الاستيراد من مصانع مصر إلى كل العالم تخيل لو في مكان كبير في مجموعة من المصانع يبيعون بسعر المصنع طبعاً سعر المصنع أقل من سعر الجملة وإنت تبدأ تتفرج وتشتري بأسعار المصنع ومن بيتك ومن خلال الكمبيوتر يعني مثلاً عباية بـ 86 ريال أو مثلاً تي شيرت بـ 6 ريال اشتري كمية وإبدأ تجارتك منها والله يوفق التفاصيل بعد الإنترو يا هلا والله وحياك الله في حلقة جديدة رح نتكلم فيها عن الاستيراد من مصر إلى جميع دول العالم ومثل ما نعرف جودة الصناعة في مصر جداً جيدة خصوصاً موضوع الملابس وإنت من خلال هذا الموقع اللي رح نشرح اليوم تقدر تستورد إلى باب بيتك وبشكل جداً بسيط هذه الحلقة رح تكون عبارة عن جزئين الجزء الأول رح أعلمك كيف ممكن تستورد وصولاً إلى باب بيتك والجزء الثاني رح يكون للناس اللي ما عندها راس مال وحاب يسوق بالعمولة لهذه المصانع تعال نبدأ مع الجزء الأول وعطيك التفاصيل كيف تستورد من مصر إلى باب بيتك أول شي بس الرابط في الصندوق الوصف تدخل على موقع اكس مور وهذا الموقع اللي من خلاله رح تلقى المصانع اللي تبيع بالجملة وفيها زي ما تشوف فئات كثيرة فيها ملابس فيها عبايات فيها حتى قسم للأطفال وفيه كمان قسم للايك نمكم الأحذية فيه ملابس نسائية فيه كل كل التخصصات ممكن اللي تقدر تبدأ تستورد من خلال هذا الموقع طبعا هذا الموقع بشكل بسيط جدا ويشحن عبر الديتشل وشركات جدا معروفة وهذا الموقع الحقيقي كأنك جالس في وسط مصانع تتصفح بشكل جدا بسيط أول شي تروح على هنا كلمة حسابي وتسجل معهم حسابي اللي هو هنا تسجيل جديد عشان تسجل معهم حساب وتباون لك كل التفاصيل اللي أنا راح أشرحها لك نضغط على تسجيل جديد راح يبدأ ياخذك لهذه الصفحة تفاصيل جدا بسيطة وأنا أعتبرها تفاصيل خاصة اسمك اسم العائلة تاريخ الميلاد البريد الإلكتروني العنوان خلينا نسجلها مع بعض طيب هنا لو قلنا مثلا أحمد وهنا سليمان بعد كده تاريخ الميلاد خلينا نحطه 1900 تاريخ ميلادي كم أنا 1989 ممتاز طيب الشهر أكتوبر في يوم مثلا عشرة طيب بعد كده هنا البريد الإلكتروني حكتب هنا إيميلي بشكل بسيط جدا www.gmail.com بعد كده هنا العنوان العنوان ضروري تحط عنوان اللي راح تستقبل عليه الشحنات أو بمعنى آخر العنوان اللي تبغى يحسب لك قيمة الشحن عليه حضيف مثلا أنا خلينا أضيف مثلا المملكة العربية السعودية بعد كده حضيف المدينة جدة اختار الدولة حنبحث عن الدولة المملكة العربية السعودية ممكن تتضيف دولتك اللي حاب تشحن عليها الموضوع جدا بسيط بس أنا مجرد مثال طيب بعد كده تروح على معلومات الاتصال هنا تضيف رقم أو مفتاح الدولة عفوا اللي هو 966 اللي هو المملكة العربية السعودية نبحث تقريبا في حرف الاس يفترض انها تكون موجودة نعم زي ما نشوف هنا بعد كده هنا رقم الجوال لنفترض أي رقم جوال بعد كده كلمة المرور وتأكيد كلمة المرور بعد كده أنا لست ريبورت وبشكل بسيط انت تسوي موافقة بس على الشروط والأحكام سجلت معاهم حساب زي ما تشوف تسجل معانا حساب بشكل جدا بسيط نسوي متابعة وخلاص الآن أنا عندي حساب معاهم في هذا الموقع طيب أبدأ الآن أتصفح الأقسام اللي أنا أحاب أبدأ فيها خلينا نأخذ على سبيل المثال أول شي نبدأ فيه ملابس رجالية خلينا نروح قميص وتيشيرت مثلا زي ما تشوف هنا عندك فيه أنواع كثيرة وأشكال كثيرة خلينا نأخذ مثلا هذا أول واحد تيشيرت سادة زي ما تشوف بستة ريال نشوف تفاصيل المنتج السعر رح يكون واحد وثمانين لكل حزمة يعني القطعة حتكون محسوبة عليك بستة ريال الواحد وثمانين هذي سعر اللي هو اتناعشر قطعة تقدر أيضا كمان هنا تطلب المساعدة في طلب الأوردر أو أحاب تعرف تفاصيل أكثر يعني مع أنه جميع التفاصيل موجودة لكن هذا رقم واتساب خاص في الموقع ورح يساعدونك بشكل جدا بسيط بس تتواصل معهم وهم يوضحوا لك كل التفاصيل طيب عندنا كمان هنا موضوع اللون لو أنت تبغى مثلا ألوان أبغى مثلا من الأبيض مثلا خلينا نقول مثلا أنا حاخد بس ما يسمى بدرزا أو 12 حبة أربعة حبات من الأبيض وحاخد من الأسود مثلا كمان أربعة حبات وبعد كده هاخد من اللون الأحمر أربعة حبات فأنت كده شكلت أخدت 12 حبة لكن مشكلة تمام أنا الآن خلاص حددت اللي أبغى مثلا ملاحظات ممكن مثلا تكتب مثلا في حال عدم توفر الألوان مثلا يعني مثال الرجاء إبلاغي مثلا أو أي ملاحظة أنت تشوفها مهمة في الطلب أوكي بعد كده سوي أضافة للسلة تمام الآن هذا نضاف للسلة كم من اللي نضاف نضاف عندي هنا من الكمية البيضة أو التي شيرت اللون الأبيض أربعة وعندي هنا في اللون الأسود أو البلاك والريد أربعة أربعة تمام طيب أروح للسلة زي ما تشوف الموضوع جدا بسيط نضاف عندك في السلة تقدر تسوي تقدير الشحن عشان تعرف تقريبا كم هذه رح يكلفك شحن أختار الدولة هنا طيب خلينا نختار المملكة العربية السعودية عشان ناخد مثال بسيط جدا المملكة العربية السعودية نعم هنا طيب عندك المدينة ممكن تختارها ممكن لا لكن رح تبال لك طيب هنا عندك الإكسبرس أو من 5 إلى 12 يوم إذا كنت مرة مستعجل رح تدفع 557 أنا أفضل أنه ما تستعجل لأنه الفرق جدا بسيط هنا رح توصلك في خلال اسبوعين بمية وثلاثة وخمسين وبكذا أنا طبقت هذا السعر على هذا المنتج طيب بعد كذا تروح على إتمام عملية الشراء هنا زي ما تشوف البيانات الخاصة فيها أبدأ أضيفها طيب هنا عندك الدولة حتضيف مثلا زي ما قلنا المملكة العربية السعودية نضيف المملكة طيب المملكة العربية السعودية هنا تمام طيب بعد كذا المحافظة اللي هي المدينة تقريبا نحن كاتبينها أصلا لو حاب تضيف هنا عنوان آخر ممكن تضيفه أو تفاصيل عنوان آخر الرمز البريدي ممكن نختار أي رمز بريدي خاص في مدينة جدة مثلا أو المدينة اللي انت فيها بعد كذا تسوي نيكست تمام بعد كذا عملية الشحن قلنا نحن نبغى ناخد أرخص شيء اللي هي تقريبا كان 240 آه هذا اللي هو معنش هذا السعر هذا خاص في الشحن البري زي ما تشو الشحن البري راح تستلمها من المركز الرئيسي إذا كان المركز الرئيسي اللي موجود عندك في شركات الشحن قريب منك فالأفضل انك تختار الشحن البري راح يكون فيه مصاريف نقل داخلي إذا انت طلبت انه يعني كلمت شركة الشحن توصل لك لين البيت راح يكون فيه تكاليف هذي ما هي من ضمن السعر من الباب الى الباب او ما يسمى دي تو دي دور تو دور راح يكون بالسبعمية وواحد وارضعين طيب خليني اختار مثلا الشحن البري واسوي التالي بعد كذا الخطوة راح تكون جدا جدا بسيطة تقدر تدفع عن طريق الفيزا عن طريق التحويل البنكي وفيه الكاش بيمينت او الدفع عن طريق النقد وتقدر ايضا ببطاقة الاعتمال العادية الماستر كارد وبعد كذا خلاص انت تممت الطلب ورح يوصلك رسالة وتوصلك كل تفاصيل الطلب في رسالة على الواتس اب وايضا كمان تقدر تستفسر منهم من هنا نحن متصلون زي ما تشوف اللي هو الشات في هذا الموقع تكتب هنا رسالتك اللي انت تحتاجها مثلا عندي مثلا مشكلة في الطلب زي ما تشوف رح يردون عليك تمام انت الان تقدر تتواصل معهم كيفية الطلب من خلال الموقع ممكن لو انت تبغى تستخدم معهم اللغة الانجليزية تقدر من هنا شي جدا جدا جميل للامانة في موضوع الدعم وزي ما تشوف في اقسام كثيرة ممكن انت تطلع عليها بشكل مفصل انا حبيت اعطيك مثال ممكن تدخل على الخصومات لو حبيت وتشوف الاشياء اللي عليها خصم الان وتبدأ تطلب منها طيب يبدو ان الصور ما هي جيدة الامانة فعذرا طيب ندخل لو شوفنا على الملابس الشتوية مثلا تبدأ تتصفح هذا القسم وتطلب بشكل جدا بسيط يعني انت الان عندك هذه المصانع تقدر تطلب بشكل جدا بسيط عندنا ايضا كمان تجميع الطلبات تجميع الطلبات شي جدا كويس اذا انت عندك مصنع مثلا في مصر بس ما عندك احد يعني تعرف وفي مصر هناك موجود هما رح يقومون بتجميع الطلبات يعني هما يخذون الطلبات هذه من مصانع ما هي موجودة عندهم هنا والجميل كمان انه لو حاب يدفعون بذلك زي ما تشوف هنا الدفع بدلا منك طبعا انت تحاسب يعني موقع اكس مور وبعد كده هما راح يحاسبون هذا المصنع وطبعا الجميل كمان انه هما راح يراجعون هذا الطلب بشكل دقيق زي ما تشوف ويطابقون العدد اللي تعاقت انت على اساسه مع التاجر او المصنع يعني لو انت عندك مصنع تعرفه في مصر كل اللي عليك انك تتواصل مع موقع اكس مور تقول لهم انا عندي طلبية ابغى ااخذها من مصنع ولكن ابغى احد ثقة وهم بدورهم يطلبون منك بعض التفاصيل انه انت اش اللي تفاهمت معه مع الموقع او مع المصنع او مع المورد وياخذون كل الطلبية ويحطونها في شحنة واحدة ويرسلونها لك وهذا شي جدا كويس انه يخلو لك الشحنة شحنة واحدة وكمان عندهم تخليص الاجراءات القانونية يعني ما يحتاج انت تروح تسوي تخليص جمرك للبضاعة راح يسوي لك هذه كل الامور طبعا اكيد في مقابل لها ولكن موجودة هذه الخدمة فهذا الشي جدا كويس فممكن انت تطلع عليها برضو تاخذ تفاصيل بشكل اوسع لو حبيت تقدم راح ترفع طلب من هنا طيب لو انا ابغى طلبات تصنيع خاصة فيها يعني انا ابغى اطلبهم طلبية خاصة فيها يعني مثلا انت ما لقيت طلبك في الموقع بسحاب انه يوفروا لك هذا المنتج مثلا منتجات شتوية او منتجات صيفية اي منتج انت تبغاه هم راح يكلمون المصانع يصنعون خصيصا لك لكن عندهم شروط في هذا الامر يقول لك انه لازم يكون اكثر من 300 قطعة او 300 قطعة او اكثر وبعد كذا هم راح يكلمون المصانع يشوفون لك مصنع يقبل هذا الطلب ويرسلوا لك عينة في البداية زي ما تشوف هنا عشان تتأكد من الطلبية وتتأكد من الجودة والشكل قبل ما يصنعوا لك الطلبية كاملة وتقدر تضيف تصميمات واشكال مختلفة او حاب يكون لوغو معين على التشيرتات فهذا شي جدا كويس انه انت يكون لك طلبيات خاصة هما يصنعونها من اجلك لو انت تبغى تقدم على هذه الخدمة من هنا برضو فهذه من ضمن الاشياء الموجودة في هذا الموقع الان نجي للجزء الثاني وهو كيف تسوق بالعمولة لهذه المصانع حتى اكون صادق معك عمولتهم جدا بسيطة ولكنها مصدر دخل في النهاية عمولتهم تقريبا 3% من اي طلب يجي عن طريقك لهذه المصانع الشرط الثاني اللي عندهم انه لازم توصل الى 30 دولار عشان يحولو لك العمولات يعني اقل حد ممكن يحولو لك هو 30 دولار عموما انا رح اشرح لك كل التفاصيل الموجودة الخاصة في برنامج التسويق بالعمولة الخاصة في هذه المصانع طبعا بعد ما تنتقل للموقع وتكون اصلا مسجل حسابك في الموقع بشكل بسيط جدا ابغاك تدخل على حسابي وبعد كذا تروح على ايقونة حسابي وتنزل تحت شوي وتدخل على سجل كمسوق معنا وتبدأ هنا تسجل مثلا اسم المستخدم خلينا نسجل مثلا احمد سليمان مثلا ونسوي send request وراح يحولك على هذه الصفحة تقريبا تسوي copy خلاص هذا الرابط الخاص فيك للمصانع تقدر تنسخه كذا بهذه الطريقة ctrl c وتقدر تضغط من هنا copy حالة الرابط زي ما تشوف متاح او active لو فتحناه في صفحة جديدة زي ما تشوف طيب حنغير بس اللغة للغة العربية تضغط على شعار مصر هنا فوق عشان يحول الموقع عندك باللغة العربية زي ما تشوف رح يفتح عندك هنا هذه الصفحة او هذا هو الرابط الخاص فيك اللي انت لو اعطيته اي احد رح تكسب عمولات ومن هنا تقدر تتابع الطلبات على سبيل المثال لو في طلبات تمت عن طريقك رح تكسب عمولات وايضا كمان عندك موضوع الكوبونز او تبغى الكوميشين كمان لو تبغى تشوف جاتك عمولات او لا من هنا رح تبال لك كل العمولات فيه شي جدا مهم نوه عليه اللي هو البيمنت او معلومات الدفع لازم اضيف معلومات الدفع طبعا زي ما ذكرنا انه هما ما رح يحولوا لك العمولات الا اذا وصلت 30 دولار طيب ابدأ هنا اضيف حساب البيبال الخاص فيها او ممكن كمان تضيف الحساب البنكي اضيف معاك البيبال هذا البيبال تبعي طيب خليني اضيف البيبال طيب هذا البيبال لو حبيت انه يحولوا للعمولات على البيبال لكن لو انا ما عندي بيبال او ابغاهم يحولوا للعمولات على حسابي البنكي حاجة هنا بشكل بسيط واكتب مثلا الاهلي الاهلي مثلا بانك بعد كذا هنا رقم الحساب اضيف رقم الحساب بعد كذا هنا سوفت كود مثلا لكل بنك طبعا سوفت كود خاص وهذا شرحناك كثير لكن للتنويه لو ما كنت تعرف روح على جوجل واكتب سوفت كود مثلا البنك الاهلي وراح يظهر عندك مكتبنا البنك الاهلي السعودي اوكي طيب رح يظهر عندك مباشرة هذا هو السوفت كود اسوي له كوبي وارجع للموقع واضيفه هنا هذا هو البنك الاهلي طبعا للتنويه كل بنك له سوفت كود خاص فيه بعد كذا تضغط على update بس خليني امسح هذه الخيرات سنسوي معاك update وتشوف كيف تكون عملية اضافة طريقة دفع لك هاختار انا البيبال اوكي خلاص تمام بعد كذا حضيف اسوي update الآن زي ما تشوف خلاص نضاف عندي اللي هو حساب الدفع يعني لو انا جاتني عمولات رح يحولونا مباشرة على حساب البيبال الخاص فيه باشتراط انه يكون 30 دولار او اكثر طبعا فهذه كانت طريقة انك تروج لهذه المصانع بشكل جدا بسيط زي ما تشوف رح تاخذ هذا الرابط اللي انت سويته وتنشر هذا الموقع او تسوق للمصانع اللي موجودة هنا زي ما تشوف او المنتجات اللي موجودة هنا وتضيف اخر شي الرابط الخاص فيك هذه كانت طريقة التسويق بالعمولة بشكل جدا بسيط اتمنى فعلا اني وضحت لك كل النقاط في هذا الموقع وفي امان الله